اشتركوا في القناة من الفعاليات المصاحبة جدد خلالها الحضور مشاعر الحب والانتماء والمضي قدما نحو مستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين في غمرة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية تشارك السفارة المملكة بسلطنة عمان البعثات الدبلوماسية احتفالاتها بالمناسبة في مختلف دول العالم يشرفني بهذا المناسبة نرفع أسمايات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاء وإلى الشعب البحريني الوفي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وأحيانا لذكرى قيام قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الهكم المناسبة الوطنية أتاحت لعدد من المواطنين البحرينيين المقيمين بسلطنة عمان المشاركة في أفراح العيد الوطني فقدموا مهنئين يكسوهم ثوب الفخر والاعتزاز بما تحقق ويتحقق من نماء وتقدم مؤكدين على السير قدما خلف قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه برؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة يسعدنا نحن جمعية صداقة العمانية البحرينية أن نهنأ جلالة الملك المعظم المعظم ملك مملكة البحرين وسموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة أعياد البحرين المجيدة وتولي صاحب الجلالة المعظم ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم في البلاد أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وإلى سيدي سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى كافة الشعب البحريني بمناسبة عياد مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد برنامج الاحتفالي شهد عددا من الفعاليات المصاحبة بحضور عماني لافت جسد عمق الأخوة وأواصر المودة التي تجمع شعوب البلدين وما إشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينية إلا تعزيزا لتلك العلاقة المتينة تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وسط إنجازات مستمرة وتطلعات مستقبلية نحو تحقيق الأهداف المنشودة في ظل قيادة حكيمة ووطن يجين له المواطن أينما كان بالولاء والانتماء فكل عام ومملكة البحرين قيادة وشعبا بألف خير وتقدم ونمع لتلفزون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقى ترجمة نانسي قنقر